مرحبا في الثلاثة، أنا أعلم تانا اليوم سوف نبدأ بالنمو بالحيوانات الحيوانات يأكل المنزل لتصبح كبيرا لماذا تأكل الحيوانات؟ تأكل حتى تنمو وتصبح كبيرا كل جسمه يكبر كل جسمه يكبر يتبقى ينمو حتى يصبح كبير كبيرا يعني ينمو حتى يصبح كبير كبير مثل مين؟ يعني مثل الأبوين ثم يتبقى تنمو بعدين يوقف النمو يعني يكبر يكبر حتى يصبح أبوه وإمه بعدين يوقف نموه هذا المثال على الفراغ شوفوا هون كان أول شيء أجز بعدين صار تعد بول بعدين فراغلت بعدين أضلت فراغ تمام؟ يعني بكبر بكبر يصبح حتى شويسي زي أبو How animals are useful Plants and animals are very useful to human إذن هي شمالها كتير مفيدة للإنسان Cuttles and sheep give us meat, milk and hide هلا الكتل هم الماشية بشكل عام والخراف بيعطونا شو بيعطونا؟ بيعطونا ميت لحم ملك حليب وهايد الجلد ملك can be made into butter الحليب ممكن نعمل منه زبدة butter and yogurt اللي هو اللبن and cheese الجبنة poultry poultry gives us meat and eggs poultry اللي هي الدواجن يعني بشكل عام شو بتعطينا؟ ميت اللحوم والبيض fish give us good quality meat الأسماك بتعطينا لحمة نوعيتها جيدة honey peas give us honey شو بيعطينا النحل؟ بعطينا العسل وكمان pollinate flowers يعني بيتلقح الأزهار which help to produce fruits and seeds وبساعد هذا الإشي أنه ينتج الفواكه وينتج البذور these pictures of animals and the products we have cow and chickens and we have hide milk eggs honey and bee okay now the key vocabulary living things non-living things breathe breathe movement movement fins fins wings wings flippers flippers flogulum flogulum growth growth useful useful to people as well as as well as . شكرا